بدعوة من رئيس مجلس إدارة بيت الذاكرة الدكتور جودة منع أقيم في قاعة فيصل الحسيني التابعة للبيت حفل تسليم جوائز لعدد من الكتاب والأدباء الأردنيين والعرب عن أفضل الموضوعات التي كتبت عن المدينة المقدسة وهي جائزة أعلنها ملتقى المثقفين لأنشط مؤسسة تعمل لأجل القدس ويشمل التكريم أدباء أردنيين صدرت بأسمائهم كتب حول مدينة القدس واستهل اللقاء بكلمة ترحيبا ألقاها الدكتور منع أبرز خلالها أهمية الجائزة في تكريم وتشجيع الأدباء والكتاب والمؤسسات في العالم العربي على الاستمرار في إثراء الأدب والشعر بأعمالهم ومؤلفاتهم لإبقاء قضية مدينة القدس حية في ضمير الشعوب واعتبر منع في كلمته أن العلاقات الأردنية الفلسطينية المميزة والمتوجة بالوصاية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية تبخض عنها مواقف وطنية وقومية كان لها أثر هام على مواقف دولية تجاه القدس وفلسطين